النهاردة بيقام العزاء الخاص بالفنانة الراحلة نادية لطفي الفنانة الراحلة رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي الحياة الفنانة نادية لطفي لها دور مهم جدا في الحياة تجاه الجيش المصري سواء كان في حرب الاستنزاف او في حرب اكتوبر في الوقت دادا زعمت فكرة اقامة حفل اسبوعي بيعود اراده لصالح تسليح الجيش المصري والحقيقة ان مش ممكن ابدا ننسى الدور المهم اللي قام بيعدد كبير جدا من الفنانين زي الفنانة شادية ام كرثوم والفنانة عبدالحليم حافظ وغيرهم من الرسائل المهمة الوطنية اللي قدموها هذا الوطن عشان كده مش غريب ابدا ان الناس دي تبضل موجودة معانا حتى الان ومش غريب ابدا ان كل مرة وكل ذكرى تمر عليهم نفتكرهم وكأنهم لسه كانوا موجودين معانا مبارح رحم الله السيدة الفاضلة الراحلة نادية لطفي لكل ما اعطته واسمت به كفن راقي قدم العديد والعديد والمزيد للوطن عشان كده ما كانش غريب ابدا ان السيدة انتصار السيسي تنعيها وكتبت على صفحتها الرسمية بالفيسبوك تقول انعي ببالغ الحزن والاسى وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا تاركة خلفها تاريخا حافلا بالانجازات والمعاني الرقية التي قدمتها في اعمالها الفنية والتي سيبقى افروها باقيا في وجداننا فالفنان يرحل بجسده لكنه يبقى خالدا في ذكره رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي وغفر لها واسكنها فسيحة جنده في حساب كمان اتكتب عن الفنانة نادية لطفي عادة كبيرة جدا حقيقة من الناس يعني افكركم كده برضو الفنانة سعاد حسني لما توفيت برضو ناس كتير اوي زعلت نفس اللي حصل مع الفنانة نادية لطفي فالناس بدأت تكتب عبر حسابها وتستدعي بعض الذكريات سواء كان جزء من افلامها او جزء من الملابس اللي كانت بتظهر بها في افلامها ففي حساب باسم طبيب جراح استدعى اغنية العندليب الاصمر عبد الحليم حافظ وكتب وقال ذهبت الحلوة وبقيت ذكريتها وطبعا الاغنية الحلوة والناس يعني يقولوا دايما ان الحلوة دي هي اختصار للفنانة الراحلة نادية لطفي لانها كانت حلوة في كل حاجة سواء كانت في افعالها او في جمالها او حتى فيما تقدمه للوطن في حساب تاني باسم بخيط حامد نشر صورة للفنانة الراحلة نادية لطفي وهي بترتدي الثوب السوداني وابتقف على خشبة المسرح القومي في ام دورمين في هاشتاج بقى للنادية لطفي الاكثر تدولا خلال الايام اللي فاتت رحلت عن عالمنا الفنانة الجميلة يعني عدد كبير جدا الحقيقة من الناس حبت انها تنعي الفنانة الراحلة نادية لطفي اللي هتظل خالدة في قلوبنا رحم الله الفنانة نادية لطفي وزي ما قلت لحضاتكم النهاردة ان شاء الله يقام العزاء الخاص للفنانة الراحلة البقاء لله وللأسرة خالص العزاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة